ومشاهدين قبل المتابعة إلى هذا الصور المباشرة حيث يحتشد أهالي الأسرة لدى حماس في تل أبيب هذه المظاهرات خرجت اليوم وهذا صور مباشرة لتجمع الأهالي الأسرة وهم يرفعون لافتات أهالي الأسرة وكذلك معهم من يصندهم كذلك وخرج في هذا الوقف تقول بعض الأخبار الإسرائيلية بأنها وقفة احتجاجية لاستكمال أو لتدفع إسرائيل لاستكمال مصار استرجاع الأسرة نحن نتحدث عن سبعة أيام تمكنت من خلالها حماس من إطلاق صراح 97 أسير خلال هدنة استمرت لسبعة أيام من بينهم سبعون امرأة وطفلا إسرائيليا نتحدث عن أسبوع تمكنت إسرائيل من خلاله من استرجاع 97 أسيرا خلال الهدنة من بينهم سبعون امرأة وطفلا إسرائيليا ولكن بعد توقف هذه الهدنة بدأت تعلو أصوات داخل الإسرائيلي أو للدفع بحكومة الحرب الإسرائيلية باستكمال استرجاع الأسرة وهذه وقفة احتجاجية من أهالي الأسرة لمحاولة الضغط على الحكومة لعودة مجموعة أخرى من الأسرة والاستكمال كذلك عملية تبدل الأسرة في هذا الإطار بالأمس كذلك كانت هناك بعض تصريحات عن الجيش الإسرائيلي الذي أكد فيه بأن خمسة أسرة توفوا في غزة واستعادت جثة أحدهم بحسب الجيش الإسرائيلي من بين المائتين والأربعين أسير إسرائيلي هناك وفات خمسة أسرة واستعادت إسرائيل جثة واحدة من بينهم موسيقى